الصين تغرم ست شركات عالمية بمبلغ 110 ملايين دولار بعد تحقيق في تحديد الأسعار والممارسات المنافية للمنافسة من قبل صانعي حليب الأطفال الأجانب الشركات التي تأثرت بالغرامات هي ميت جونسون للتغذية ودانون وفونتيري للألبان ومختبرات أبوت وفريزلند كامبينا الهولندية وبيوستايم القابضة من هونج كونج الغرامات التي تتبع تحقيقا من السلطات الصينية حول مكافحة الاحتكار دام أربعة أشهر تتزامن مع تحقيقات منفصلة حول التسعير في 60 شركة أدوية أجنبية ومحلية وكذلك شركات العاملة داخل الصين في مجال تجارة الذهب سوق حليب الأطفال في الصين يتوقع أن ينمو من 12 مليار و 400 مليون دولار في 2012 إلى 25 مليار دولار بحلول عام 2017 اشتركوا في القناة